موسيقى الحكومة تتخذ خطواتٍ لمكافحة الغلاء وتفرمل زيادة الإيجارات اغلاق محل شاورما بعد وفاة شخصٍ أصيب بالسالمونيلا الكشف عن حقيقة الهيكل العظمي مثقوب الرأس في فييان وفاة شابٍ نمساوي بعد ساعةٍ من اعتقاله في غرفة التحقيق تسجيل ثمانٍ وخمسين قتيلاً في حوادث دراجاتٍ نارية في النصف الأول للعام وسكان أبرز بلدةٍ سياحية في النمسا يتظاهرون ضد الزوار موسيقى موسيقى أقرت الحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارنيهاما ونائبه كوجلر حزمةً جديدةً لمكافحة التضخم تتضمن عدة إجراءاتٍ فورية وفرض المستشار نيهاما سقفاً على أسعار إيجار المنازل وقيد زيادتها إلى خمسة بالمئة على الأكثر خلال ثلاث سنوات إضافةً لتجميد أسعار وسائل النقل العام وتذاكر المناخ واتخاذ إجراءاتٍ لضبط أرباح شركات الطاقة وأعلن نائب المستشار كوجلر عن توفير 1.2 مليون عقد إيجار بأسعارٍ مخفضة للحد من الزيادات المفاجئة في تكليف الإيجارات إضافةً لزيادة مساعدات الأسر بنسبة 9.7% إضافةً لزيادة مساعدات الأسر بنسبة 9.7% أغلقت السلطات في كارنتن جنوب النمسا محلاً لبيع الشاورمة بسبب الاشتباه في تلوث لحم الشاورمة القادم من بولندا ببكتيريا سامونيلا جاء ذلك بعد وفاة رجل وتسمم 27 آخرين وتجري التحقيقات بشأن مأكلات ملوثة وتستهدف صاحب المحل وتم اكتشاف التلوث بالسلمونيلا في لحم مستورد من بولندا وزع في عدة دول أوروبية وتستمر التحقيقات لتحديد الارتباط بين وفاة الرجل وتناوله اللحم الملوث وإذا ثبتت الجريمة قد يواجه المتهم ثلاث سنوات سجن قالت الشرطة النمساوية أن الهيكل العظمي الذي عثر عليه قبل أسبوع مفصول الرأس في فيينا أنه غير مرتبط بجريمة قتل متعلقة بالمشردين وأوضحت الشرطة أن الجثة تعود لرجل ولكن لم يتم تحديد هويته حتى الآن وأضافت أن الثقب المكتشف في الجمجم ربما يعود لعمل جراحي سابق فكانت الشرطة قبل أيام قد اكتشفت جثة متحللة في منطقة وينبرغ ذات الأشجار الكثيفة في فيينا الحي العاشر التحليل لم يظهر تدخلا خارجيا في الوفاة وسيقوم المحققون بإجراء تحليل للأسنان للتعرف على هويته توفي نمساوي من أصول صربية يبلغ من العمر 32 عاماً أثناء التحقيق في مكتب الشرطة الجنائية في مودلينج بن نمسا السفلة تاركاً وراءه ثلاثة أطفال فكانت الشرطة قد اعتقلت الشاب للاشتباه به في تزوير وثائق وأثناء التحقيق تعرض لأزمة صحية وتوفي على الفور العائلة توجهت اتهامات للشرطة بالتعامل العنيف وأكدت النيابة أنها تحقق في القضية مع كافة الأطراف فيما تفكر العائلة في توظيف محقق خاص لأن الشرطة لم تقدم لهم أي معلومات مفيدة بيان تقرير لهيئة مراقبة الطرق والحوادث تزايد وفيات سائق الدراجات النارية في النمسا ليصل إلى ثمان وخمسين سائقا توف خلال هذا العام حتى الآن وأوضح التقرير أن ضحايا الدراجات النارية يشكلون 22% من ضحايا حوادث الطرق حيث أن 45 قتلوا خلال الصيف فقط أعمارهم بين 45 و 54 عاما وتبين أن 95% من الحوادث في المناطق الريفية ومعظمها بسبب الاستضامات المباشرة والأخطاء الشخصية واللا مبالات وتجاوز السرعة في الظروف الخطيرة تظاهر سكان بلدة هالشتاد في سالسبورغ احتجاجا على أثار السياحة الجماعية للقرية التي يبلغ عدد سكانها 700 نسمة فقط وتستقبل البلدة يوميا حوالي 10 ألاف سائح وطلب المتظاهرون بتحديد حصص الزوار ومنع الحافلات السياحية بعد الساعة الخامسة مساء وقد أغلق المحتجون مدخل النفق المؤدي للبلدة لمدة 15 دقيقة في تظاهرة نظمتها مجموعة مواطنون من أجل هالشتاد وتعد هالشتاد واحدة من الأماكن السياحية ذات المعالم التاريخية والطبيعية الخلابة ترجمة نانسي قنقر